عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعاً مع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي وخلال الاجتماع تم استعراض مختلف جوانب الموقف الاقتصادية وتقييم التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى متابعة الإجراءات المتخدة من جانب الحكومة والبنك المركزي لاحتواء الأثار السلبية التي نتجت عن الأزمة وتخفيف تداعيتها على الاقتصاد المصري كما تم خلال الاجتماع متابعة إجراءات توفير الموارد المالية والنقد الأجنبي من أجل تأمين الكميات الضرورية من السلع الاستراتيجية والمستلزمات الأساسية المطلوبة على المستوى المحلي خلال الفترة الحالية والمستقبلية وذلك في ظل المستجدات التي تؤثر على أسعار السلع عالمياً وتم تأكيد خلال الاجتماع على استمرار المتابعة والتقييم للتطورات الجارية من أجل ضمان الاستجابة السريعة واتخاذ الإجراءات التي تضمن تقليل حدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة العالمية